إذا كانت بعيصة حقوة الوحد للمغاربة يعرفوها فهي القيصة التي سأقود لكم اليوم ولكن في صراحة조 Wereewысة ليس غير المغاربة الحقوة ولكن العالم كامل اليوم، قيصة حقيقية والوحد المغريبي لا تعطاه حقه في التاريخ الوحد وف発في الوحد حيث تشعر الجزء كبير من القناء الأمريكي اليوم هو مصطفى الزموري السيد منعبد تباع في أزمور أو من أهم الأمريكا والمؤخُد من زمي طوال ن saturق قيارته اليوم كما تعرف أن أجونتك سنصفت في زيوتودون الأشياء الرسال تجد به قرارة في زبط المناطب بالنسبة الناس المحاولين الذين تقرأ في فقه لماذا لا تريده؟ إيجاه من أجونتهم هذا الوصول أم الناس المحاولين أم الناس في أي مستوى يمكنك إخوتي لذلك تقرأوا في زبط المناطب الناس يبدوا أن يخرجون ليسوا الآن ولد لا يوجد فرص كثير من المناطب كلما يقرأ في الغرض من حافظ السكن وقرائة وكل شيء إذا كنت تستخدموا الانترسي نضع لكم الانترسي هنا أعطوا في الرقم التليفون ولا أجل وزورونا في الادرس دينا نركينا في الرباط او قدال حدار الرباط سنتر بالنسبة للناس الذين لا يوجد شيء مشكل في مدن أخرى ممكن أن نخدموا الانترسي نتمنى أن نراكم في القريبة هنا في الاجونس ولا أقوم بميساج أطلقوا انستغرام الفيكس وواتساب الادرس اي حاجة ممكن توصل معنا فيها ونبدأول الفيديو نحن في أزمور في 1520 والبرتوغالي ما زالهم السامرة شي مدن ما بينهم أزمور وفي ذاك الوقت كانوا العبيد ما زالين كنين في المغرب ومنهم واحد سيد اسميته مصطفى الأزموري مصطفى الزموري هذا العام كان الجفاف لدرجة أن الناس اللي كانوا عندهم العبيد ما بقاوش قدين يتحملوا مصاريف باش يوكلوهم باش يعيشوهم معهم وفي ذاك العام تبعوا بزاف ديال العبيد للناس في أوروبا مصطفى الزموري صاحبنا تباع للسيد في البرتغال هذا السيد هذا اسميته دورانتيس من الظهر مصطفى الزموري دورانتيس هذا البرتغالي كان ولد الناس وكانت يتعامل معاه مزيان بزاف من بعد ما شرأه نتاه مع أهل البرتغال وعيش معاه وكان تعامل له تعامل طيب ومزيان ومن بعد واحد المدة مبقاش دك تعامل بينه بينه ديال مولاء والعم ولكن ولات واحد العلاقة بحل علاقة الصداقة واخه هو كان عبد أندريس دورانتيس شاهد مصطفى واحد إنسان الذي كان ذكي وغير الظروف ووصلته وانفقه هذا الشيء كامل تفاهمه مزيان يعني لم يكن لديه حتى شيء مشكل في 1527 كما يتعامل مصطفى دار 25 عام كان الرحلات اكتشاف القارة جديدة قارة أمريكا بدأوا دورانتيس كان خصوى يمشي لرحلة من هذه الرحلات وفي طبيعة الحال كان هذه الدمعه مصطفى الزموري والذي كان ملقى في ذلك الساعة بإستيبانيكو في نهار الرحلة ركب دورانتيس ومصطفى ومعهم 300 واحد في هذه الرحلة الوجهة القارة جديدة قارة أمريكا الرحلة وصل البحر لم يقعوا فيه بزاف ديال الأحداث المهمة ولكن المهم أنهم قطعوا البحر وفي 12 أبريل ذلك العام أخيرا وصلوا للقارة جديدة ووصلوا للبلاثة اللي كان عيطوا لها دابا فلوريدا اللي هي ولاية فلوريدا دابا أمريكا بطبيعة الحال في ذلك الوقتان ما كان فيها حتى شيئا كانت كلها غابات وما كانت مسكونة بزاف إلا قليل أغلبية 300 واحد اللي كانوا في الرحلة هبطوا من الباخرة إلا واحد العدد قليل بقى باشي حضيها على ما مشاوا واستكشفوا الأخرين وورجعوا مصطفى والخرين هبطوا وبدأوا المغامرة بدأوا تدخلوا وصل الغابات وتكتشفوا هذه ولاية فلوريدا اللي لم تكن ذلك الساعة مسكونة وتكتشفوا الطبيعة ديالها اللي في شكل واحد طبيعة معمر هم ما شافوها في البلاد اللي خلوها في البرتغال أرض معمر وصلت لها الحضارة وهما كيزيدوا وصل الأرض والمشاكين تبدأوا هذي ماشي فلوريدا ديال 2021 فلوريدا في ذاك الوقت كلها زواحف وحيوانات وأخيرا الحاجة اللي هتزيد تكمل عليهم وهي الهنود الحمر اللي كانوا ساكنين تمه كل مرة تهجمو عليهم وتقتلوا منهم واحد العدد وهما غاديين والعدد ديالهم تنقص هذي داموا واحد المدة طويلة ومن يشافوا رأسهم وغادي يموتوا كاملين الرئيس ديال اللي بيعتق خرر يدير دميته ويرجع في كائن الباطو ويبدلوا البلاسة ويحاولوا بلاسة اللي سهل وما فيهاش هذي المشاكيل كاملين ذاك الشي اللي كان مصطافا وصحابه ارشعوا في طريق ديالهم يرجعوا الباطو ويمشيوا الرئيس اللي عاوتين اخذت لهم واحد المدة ولكن هذا ما شي هو المشكل المشكل هو انهم ما لقاوهش وما لقاوهش هذوك اللي خلوهم حاضين داباء ولا ووحلين هنا وما يقضوش يعاوضوا يرجعو ويدخلو ندوك الغابات اللي كانوا فيهم وما عندهم مشكيفاش يمشيوا في المحر الماكلاتات مقص لما تنقص ولا عندهم مشكل كبير خصوم يلقاوه حل في اقرب وقت والحد الساعة من هذي اللي بيعتها هذي كانوا ماتو خمسين وواحد والأحصينا اللي كانوا جابو بدأو تيموتو وعلى ما لقاوه الحل ولا كل مرة تيموتو يعاوض تياكلوه هنا وحلو ما عارفو ميديرو وهنا اول مرة مصطافا يكون عنده واحد دور مهم في القيصة مصطافا يقصد قائد الرحلة واحد القائد اسمه نارفاييز يقول له عندي الحل ونظن انه مقدنا عندي الحل باش نتعتقوا كاملين مصطافا قال له انه تعرف يصيب الفلايك وانه يقضي عاونهم باش يصيبوا فلايك ويمشيوا من هاد بلاصة ويتعتقوا نارفاييز قائد الرحلة ما كانش عنده اختيار اخر يسير توكل على الله صايب لنا هذا الفلايك المهم باش نتعتقوا هنا مصطافا يبين الحرفة والقدرة الكبيرة على التأقل مع الأوضاع سيقول لناس كاملين اللي في الرحلة يعطوها اي حويش زائدين عندهم واللي سيخيط منهم اشريع ويقول لهم اي واحد عنده شيء سلاح زائد وشيء ضروري اللي من الحديد يعطيها له وبهذا الحديد هذا يقوي هدوك الفلايك اللي يمشي فيه باش كتنقلب لقيت بأن بعض مؤرخين كانت تعلموا فأزمورت ما فيه كانت يصلح الفلايك وهكذا كانت يعرف كيف يصيبهم المهم مصطافا بقى خدام ثلاثة ديال الأسابيع ومن بعد ثلاثة ديال الأسابيع كمال خمسة ديال الفلايك اللي قد يهزوهم هم كاملين قائد البيعتة نارفاييز قسم كل شيء على ذلك الخمسة ديال الفلايك ودار معاه في طبيعة الحال الزموري في الفلوك وشده طريق البحر وثم بقى مع الساحل توصلوا إلى مدينة اسمتها دابا بنساكولا هبطوا فيها بشير تاحو ومن مورها أو تاني شدوا البحر في البال ديالهم الوجهة هي واحدة المدينة اللي كانت في المكسيك دابا ديال المدينة اسمتها قانوكو ديال الساعة حسب اليوم ما يمشيو سبعين كيلومتر وهي القواة ديال المدينة ولكن ديال ما كانوا عارفين هو أن ديال المدينة كانت بعيدة بألفين كيلومتر تخيل معي أنت موجد باش مشي سبعين كيلومتر والطريقة بعيدة بألفين كيلومتر شنو هايطر بسبب هاتشي غرق واحد العدد الكبير بزاف ولي هاي بقوا حيين عدد قليل اللي هو ثمانين واحد يعني من بداية الرحلة اللي كانوا ثلاثمية دابا بقوا ثمانين ومن خمسة العبارات اللي صناع زموري بقوا غير جوش ومنظر فيهم العبارات اللي فيها مصطافا الزموري ولكن باش نقول لكم بقوا حيين رمشي وصلوا بسهولة ولكن هما غير لاحهم البحر في واحد بلاصة واحد جزيرة قدام تكساس حالية ولكن هاد العدد اللي يبقى مرتاحش بحيث الجزيرة بشطحوا فيها كان فيها البرد بزاف وهما ما كانوا مش مستعدين لهذا البرد والماكلة في هاد الجزيرة تقريبا ما كيناش فهذا العدد اللي يبقى مبقى مش مجموعين ولكن تفرقوا كل واحد يقلب على الماكلة كل واحد يقلب على رأسه في جهة وكل واحد والرأي دياله هذه البيعتات بدأت تشتت وكل واحد يبقى يبقى غير حي مصطفى الزموري مشا مع واحد المجموعة صغيرة وبدأوا تقلبوا حتى وما تقلبوا تقلبوا ومن الظهر ديالهم تعتقهم واحد القادية هي أنه جيها ديال الجزيرة جزيرة كبيرة بزاف اللي طاحوا فيها كانت فيها واحد القابلة ديال الهنود الحمر منين وصلوا عندهم عرفوا راسهم على الأقل وبعدهم في هذه الكرة الأرضية جاءوهم في اللون وفي الباس في شكل مهم سمعوا عليهم أنهم ولاد الشمش حسب ليهم الشمش اللي اجابتهم وما ولادها وعملهم في اللون مزيان داروا لهم حفلة نار الماكلة ما داروا لهم حيث في المخيلة حسب ليهم عندهم واحد القدرات في شكله بأنهم يقضوا يداويوا الناس ويعجيبوا لهم الرزاق وكل شيء كامل مبقى واحد جزء آخر ديال هذه الرحالة اللي كانوا تالفين ملقوا من يأكلوا التامات اللي كان فيه الزموري وصحابه كانوا بيخير كانوا بتوكلوهم وتعاملوهم مزيان في اللون ولكن من يشافوا بأنهم ماشي شي حاجة سبيسيال وبأنهم مباشرة بحالهم تعاملوا يالهم بقى غاديوة تنقص تلخر وردينهم بحالشي عبيد قاوتم معهم خمس سنين فضل خمس سنين دازو مرتبة ولاد الشمش وبأنهم مقدسين لدرجة ردوهم بحالشي عبيد ومن ذو الثماني اللي كانوا وطاحوا في اللول في هذه الجزيرة بقى ضيبة خمسة وعو ثاني معهم الزموري فورتنايتس ستلاحظوا في هذه القيصة بأن الزموري في اللول كان عبد عادي مع مولاه وش حال ما تتطور القيصة وش حال ما تتزاد عنده الأهمية وهاتبقى غالى القيصة هاكوتت وعنده أهمية كبيرة في اكتشاف بلايس مع عمر وصليهم شي واحد في أمريكا هذو اللي يبقاوا واللي منهم الزموري يعيوا بالحياة ديال العبودية وقروا يهربوا من هذيك الجزيرة والصح هربوا من ذيك الجزيرة اللي كانوا فيها ووصلوا الولايات تكساس وباش وصلوا بقى غادين غادين تكتشفوا في ولايات تكساس واللي ينفعهم باش ميموتوش وذيك خمسة اللي يدوزوا مع ذيك القبيلة لأن وخا كانت تستعبدهم ولكن تعلموا بزاف الحوائج تعلموا كيفاش القوى الماكلة تعلموا كيفاش يصيدوا وتعلموا كيفاش يدوى وراسهم وتعلموا اللغة ديال ذيك القبيلة وكيفاش يهضروا يعني ولو شوية بحال هذوك الناس ولو قادين يسللوا كراسهم واخاهما في الطبيعة تالفين قاوا غادين بحلقة حتى طاحوا في واحد القبيلة اخرى ديال الهنود الحمرة هذي القبيلة اللي هيكون عندها واحد دور كبير بزاف باش مصطافى الزموري والأسطورة اللي هو ذاب مصطافى هيعيش واحد المدة مع هذ القبيلة اللي هيزيد تعلم فعل لهجة كيفاش يهضروا وهيتعلم كيفاش يداوي الناس الأعشاب اللي كي يستعملوا ومع ذاك شلي كان تعرف من المغرب وذاك شلي كان شاف في البرتوغال وتعلم في البرتوغال ولا معلم ديال بالصحة ولا بالصحة تداوي الناس تداوي كل هنود وهذا كله تحترموه بالزاف سيرتوق تقدي تواصل معهم ويفهمهم ويقدر معهم باللغة هذ المرة الزموري بعد ما دوزوا واحد المدة وتعلم هذا الشيء كامل قرر يمشي هو وصحابه يخلي هذه القبيلة ويزيد اكتشاف امريكا ويبقى عدد قليل بزاف وبغى يشوفوا كتر ويكتشفوا كتر وهذه المرة منظر ديالهم ما هربوش ولكن بالعكس القبيلة اللي كانوا فيها فرحوا بهم بزاف وعاونوهم داروا لهم واحد الحفلاء ديال الوداع وعطاهم قاعدك شيء اللي يحتاجوا باش يكملوا الرحلة دياله الزموري وثلاثة اللي كانوا معاه شدوا طريق وبدأوا مغامرة جديدة وهذا المرة هو القائد دياله مغامرة غاديكتشفوا فيها شيء بلايس فقارة امريكا لما عمر موصل لهم شيء إنسان طريق ديالهم هما غادين هيتلقاوا مع بزاف ديال القبائل وكل مرة تدوزوا من شيء وحدا فيهم مصطفى الزموري كي يداوي الناس اللي هما مراد كي يعاونهم درجات اللي وصلوا لشيء قبيلة تلقاهم ديالجة تعرفوه خباروه تتوصل قبل ما تتوصله وكاين شيء ناس من ذوك القبائل اللي كانوا تبقاوا تابعينه حتى طريق دياله تبقاوا غادي معاه بحالة يتبركوا به وتبغيوا بقاوا معاه باش يبقوا بصحة زوينة وميمرضوش ولا في الرحلة دياله غادي وتابعوا واحد العدد كبير وهو نوض الحمر ولا مشهور ديال بالصح والذي يدعونوا بزيال في ذاك اللغة التي كانت تخليها يتواصل معهم وتفاهم معهم فهذه الرحلة مصطافا الزموري ضرب من تكساس الوصول الريو جراندي ووصل المكسيك لأل باسو وأخيرا وصل الكلية كان مقاطعات سينالور التي قدرت تفعلها في فيديو ديال اللي ما زال ما شافهاش يشوفها وفي جوية 1563 من بعد سنوات في طريق وصلوا للمكسيكو الحالية ووصلوا عند نائب ملك إسبانيا وعندما نوصل المصطافا لقى السمعة سابقه حتى الثلاثم ولقى أنتونيو ميندوزا اللي كان نائب ديال ملك ديكسا تعرفوا واستقبلوا واحد استقبال كبير وقال له أن ملك إسبانيا رسمى عليه وبغى يكلفه بواحد مهمة كبيرة بززاف واللي هي يلقى واحد مدينة اللي كل شيء تقلب عليها أي قبيلة وصلوا لها وأي مدينة وصلوا لها في أمريكا كل شيء تقلب عليها ولكن لا يجب عليها هذه المدينة اللي يقولون فيها أهرام مغلفين بذهب هذه المدينة اسميتها سيبولا مصطافا الزموري طبيعة الحال قبل وداره نائب الملك هو رئيس البيعتة من عبد تشرا في أزمور القائد بيعتة الاكتشاف في أمريكا داره نائب ملك إسبانيا في ذلك الوقت كان مازال طبيعة الدين مؤثر بزاف على أوروبا ونائب الملك إسبانيا دار معه واحد الفرنساوي واحد الراهب اللي يداروه هو القائد الروحي ديال هذيك البيعتة كانوا ديما تدروا هذه القضية اصحاب الزموري ثلاثة الأخرين ما بغاوش يكونوا فهذه الرحلة عياءوا بالمشاكل عياءوا بالعادة وعجبهم الميكسيك اللي ما كان سميتهم ميكسيك وبغاووا يبقوا مرتاحين ثم باركا ما بغاووا يأخذوا ريس كاخر الزموري كان قائد على بزاف ديال فورسان سبليون ومعاهم المئات ديال الهنود الحمر اللي كانوا ولو مع السبليون اللي ولو تعاونوهم بحلقة الدمين عندهم ومرة أخرى مصطفى الزموري بدأ مغامرة جديدة باش كانوا غاديين فهذه الرحلة تربوا واحد مسافة طويلة والزموري ما عجبته شي حاجة وفي الداخل ديالراسو كانت يخطط واحد الحاجة ستعرفوها كانوا غاديين فقروب واحد ولكن الزموري اللي هو قائد الرحلة وهو مع واحد العدد دياله ديما يسبقوهم السبب اللي قال ليه انهم باش ما يتعرضوش للخطار اذا كان هجم عليهم شي واحد على الاقل يبقى واحد القروب اللي ما يتقتلش كامل واللي هيجيب يرد خبارهم ولكن الزموري كانت واحد فكرة أخرى وقال ليهم فيما يوصل لشي قبيلة ولا شي مدينة يخلي ليهم واحد الإشارات شنو فيها شحل في هذين الذهاب الى آخره وذلك الإشارات يخليهم على شكل صليب بوش كبير ولا صغير حل ما كان كبير كانت يبين بأن ذلك البلاصة فيها ما يدار هاد شي كامل كان دارو باش يتنصل من ذلك السبليون وذلك الرحي بالفرنسا كان باغي بعد منهم لأنه شاف أن الأوروبيين بصيفة عامة باش وصلوا لتمة دخلوا بالعقلية ديال الغوزات وأن الطريقة اللي كانوا يتعاملوا بها مع السكان الأصليين ديال ذلك الأرض مكانت هي هذه زموري في طريق دياله أمريكا كان شاف بزاف الحويج منهم واحد المرة كان شاف فورسانس بليون تيقلبوا تيخطفوا الهونوض الحمر باش يعاودوا يبيعوهم هو بني شاف هذا المنظر طابعة الحالة يتفكر هو باش كان في المغرب وكيفاش تهز من الأرض دياله ومشق البلاد أخرى ومعمروا من ذلك النهار ما شاف المغرب وشاف الأرض دياله وهذا القضية هدي حركات في الداخل ليالو شي حاجة وما بغاش تلك الظلم اللي كان عانى منه هو يتطبق على هاد الناس اللي في الأرض ديالهم اللي مطلبوا تشي حاجة من تشي واحد وكانوا عايشين باي خير وتم قرر بأنه ما يعطيش لالإسبان الفرصة باش يعاودوا هاد شي مرة أخرى وأنه يدير كل شي اللي هي قدع عليه باش متعاودش هاد شي و باش ما يضلموش هاد الناس نرجع الى القيصة مصطافا وهو وذك العدد ديالهنود اللي كانوا غادين معاه كانوا سابقين كل شي بسبع أيام و أخيرا وصلوا لسيبولة تتباليهم من البعيد وتيبان فيها واحد البني كبير قريبا كما كانوا يوصفون الناس استقبلوهم فيها وبالصح كانت واحد المدينة معمروا ما شاف بحالها من قبل في ذاك الوقت كان عندهم واحد سيستام ديال الجعابي في المدينة كاملة واحد نظام ديال الرأي متطور بزاف بالنسبة لذيك الوقيتة وما كانش محالو حتى في أوروبا كانت واحد هنداسة معمارية كانت واعرة بزاف ومن يوصل بغى يكمل الفكرة لكي يحمي هاد الناس صفت واحد العادة ديال هنود اللي كانوا معاه وقال لي هم سيروا ورجعوا في الطريق وقلوا لذاك الوقت اللي باقي بأنه مات هو وماتوا هدوك اللي معاه بأنه دو غير هربوا بأنه دوك الناس قويين بزاف هذا شيء باش ما يوصلوش باش ما يعرفوش لانه ما بقاش يخليليهم علامات في الطريق وبما أنه عارف ذاك الراهب اللي معاه وكان دوز معه واحد المودا عارفوا بأنه جابان ومهي قدشي تحدى ذاك شيء ويزيد يقلب على المدينة وبالصحة ذاك شيء اللي وقع من يوصلات الخبار ليه دار دوميتورو ورجع ومشاكتب على نائب الماليك قال ليه روصلت للمدينة وشفتها وراها كاينة إلى آخره ونعتليه تقريبا ذاك شيء فين كانوا وصلوا ولكن ما كانش ذاك شيء هذا شيء كامل ذاره مصطفى الزموري بشي حمي ذاك الناس اللي كان دوز في الأرض ديالهم كتر من 12 العام واللي كانوا يحسب الانتماء لهم هما كتر من سبليون لأنهم هما تتشاركوا فهذا القضية اللي هدرنا على من قبل لأنهم ناس مسالمين ومتطورين بزاف على شموذن أوروبية ومتطورين عليهم بزاف ديال الحوايج إلا سلاح ذاك شيء علاش إسبانيا من بعد والدول الأوروبية كانوا وغلبوا ذاك الناس وحقروا عليهم من بعد هذا الشيء شيء مؤرخين يقولون بأن مصطفى الزموري بقى عيش مع الهنود لم نعرف موجودة مدينة ولا بلاصة أخرى بأنه ولد ولاده تماما ولده كبروه إلى آخره حيث كاملة عاشها تماما وكانت عنده مكانة كبيرة وكانت يداوي الناس إلى آخره مؤخراً كتشفوا بأن هناك دومة كانوا بحالة يعبدوهم ويكونوا في الطقص ذاك العنود الحمر وما بينهم واحد دومية تشبه المصطفى الزموري اللي كانت البشرة دياله سوداء وهم كل هنود ما عندهم شي دومية فيها البشرة سوداء إلا هذيك اللي دابة يقولوا بأنها تتمثل مصطفى الزموري بأنه محتل دابة فين تنهضروه وما زال عاطين واحد قيمة كبيرة وتقدروه يحتل دابة لأنه مدخلش بحال السبليون وبحال الأوروبيين بأساس الغزو ولكن دخل بالسلم ودخل بأنه بغي يتأقلم معه لحد الساعة المدينة الأولى التي وصلوا لها في فلوريدا بنساكولا في ميريكان لا يزالون كل عام تحتافلوا بالذكرى مصطفى الزموري وخاف التاريخ هذه بنساكولا التي سنوات من بعد أكتشفها أوروبي وولت على اسميته ستقول لي هذا الشيء كامل الذي أريده ولكن لماذا لا تستطيع أن تستطيع ولم تسمعوه في أوروبا نخلي لكم الجواب هنا سمعوه جيدا ماذا يقول هذا الفرنساويات المؤرخ الفرنساوي هذا مغريبي وهذا جزء من تاريخنا خلصنا نكون فخورين بهذا جزء من التاريخ القليل إذا أجبكم هذا نتمنى أن نتركه مع أكبر عدد والمغاربة لأن هذا بالصح يستاهل وإذا كان هما عندهم كريستوف كولومب فإحنا لدينا مصطفى الزموري لديهم شكرا